السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحضر الأصدقاء بيسأل ايه افضل تكييف ممكن اجيبه قبل ما تجيب اي جهاز تكييف لازم تتأكد من العلامة دية علامة الانيرجي ستارت ريتنج بحيث ان انت لو مكتوب عليه مثلا بي او سي او بي ده هيكلة كهربة كتير بيسألة كهربة كتير فهتلاقي عندك ايه بلاس 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 وفيه حتى خمسة بلاس شاهدتها في العربي فانت ممكن دي اهم اجهزة ممكن ان انت تجيبها افضل جهاز تكييف اللي بيكون قليل مكهربة وهو جهاز تكييف اللي بيعمل بتكييف اسمها انفيرتر الاجهزة اللي هي بتشغل بالانفينتر دي بتقدر ان يتوفر الطاقة عن الاجهزة التقليبية لان اجهزة التكييف اللي بتعمل بتقليل الانفينتر بتحكم في سرعة الضغط مما يسمح لها بتوفير الطاقة عند عدم الحاجة لتبرد الشريق يعني انت مفيش فرق كبير في الدرجة الحرارة اللي انت عايزة تصالها والدرجة الموجودة بتقدر انها توفر الطاقة وجمال ممكن التكييف يكون معتمد على الواحة الشمسية خلي باكتش حاسمها الطاقة شمسية للتكييف لا هي بتدخل على السيستم للشقة كلها فهو بيساهم في تقليل الكهرباء المسهلكة من الشقة فهذا محتاج يكون في نظام طاقة شمسية كاملة يعني يكون في الواحة الشمسية ويتحكم في الشاحل وبطاريات وواحد التوزيع فالواح الشمسية هتحول الطاقة شمسية لتهربة وتقدر انها تخزن في البطاريات ونستخدمها طول اليوم فلازم جاز التكييف يكون بالشغل ببطاريات انفنتر جاز التكييف يكون مناسب للحجم المسيحة لانت عايز تبردها لان لو اكبر من اللازم او اصغر من اللازم باش تبقى كويسة يعني ممكن تجيب واحد بكاف تزيد عن لزوم فتنتسهل الكهرباء اكتر او اصغر باش قادر يكيف المنطقة كلها ويكون فيه نظام تحكم ذكي وكل شوية نظف الفلتر بالذات اول ما يبقى صيف فتح التكييف ونظف الفلتر لما تجيب ان تشغله ايه في الشبابيك والكواب ولم تضع جاز التكييف في مكان معرض لشهات شمس المباشر وزي ما قلنا الانيرجي ستارت ريتنج حول تختار ايه بلس 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 طيب افضل المركات في شارب ومراكو كارير ومراكو ميديا دي اهم من المركات اللي اصدقاء قالوا عليها وحاول تعمل العزل يعني لو انت على السطح حاول تعمل عزل سنتكلم في فيديو ونفصل عن انواع العزل اللي احنا ممكن استخدمه بحيث ان احنا نقلل الحرارة الرهيب وحتى الحواية الخارجية ممكن لو انت لسة تبن حاول ان انت تخلطه بقاملة واشنو الصوبة او لو انت ضريط خلاص حاول ان انت تعمل برضو عزل لها بحيث أننا نقلل الحرارة التي تتحرك من البيت